النور بين يديك قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم الوقف سنة نبوية وخصيصة إسلامية تسابق إليها الصالحون وتنافس في ميدانها المتنافسون قال جابر رضي الله عنه فما أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من ماله صدقة مؤبدة لا تشترى أبدا ولا توهب ولا ترث فهل تريد أن تلحق بهذا الركب المبارك ليسجل اسمك في سجل الخالدين الباذلين الآن سارع بوقف جزء من مالك ليكون لك أجرا دائما وصدقة جارية ونورا بين يديك فالأيام تنضي والساعات تنقضي والثواني تتسارع وقبل ذلك اعلم أن نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن أعظم هذه النعم نعمة المال ويوم القيامة لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه وهذا المال الذي بين يديك إما أن يكون لك أو لورثتك قال صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر والوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة هو مالك الحقيقي وهو صدقة جارية نفعها متعد ويرى المتصدق أثرها في حياته وهو نهر جار من الصدقات قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فهل لا تركت التسويف والتأجيل وشمرت عن ساق الجد لتلحق بركب المحسنين أصحاب الآياد البيضاء قبل أن يحال بينك وبين ذلك فالفرص لا تتكرر وتذكر إنفاذ الوقف في حياة الواقف يتيح له فرصة الاستمتاع بتوزيع ريعه ويرى ثمرة عمله الخيري ويعطيه مزيدا من الطمأنينة على مستقبل وقفه تخصيص جزء من المال في الوصية أحيانا كثيرة يتعرض للضياع أو التأخر بسبب ما قد يحصل من خلاف بين الورثة أنه من المستحيل أن تأخذ مالك معك إلى الآخرة ولكن بإمكانك أن تجعله يسبقك إلى هناك أن من حقك كواقف أن تشترط أخذ الريع كله أو بعضه ما دم تحيا وأن من حقك كواقف أن تحدد مصارف الوقف ونظارة والصلاحيات التي تريد منحها لهم وأن من حقك أن تشترط في الصك أن تكون لك صلاحية تغيير النظار والمصارف ما دم تحيا وأن الحكومة ومنذ قيام الدولة لم تستول على وقف من الأوقاف الخيرية سوى تلك الأوقاف المعطلة التي لا يعرف لها نظار والآن بينك وبين الوقف خطوات ثلاث فقط تممها ليكون النور بين يديك ولتسعد بلذة البذل والعطاء وأنت حي ترزق الأعيان الوقفية حدد الأعيان التي ترغب في إيقافها عقار، أسهم، أموال النقدية إلى آخره الخطوة الثانية صياغة سك الوقف قم بصياغة سك الوقف بالتشاور مع أحد المختصين الخطوة الثالثة توثيق الصك قم بتوثيق الصك في المحكمة وأخيرا تذكر مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات وشتان بين عبدين عبد تطوى بموته صحيفة حسناته وعبد تجري عليه الأجور والحسنات العظيمة لتملأ صحيفة حسناته حتى يحين الفصل بين العباد وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مر وهذا الأثر قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر